شكراً لمن بركم شوف تيفي على الاستضافة المشرق للقانون الجنائي في الفصلين ربعمية وسبعة وعبعين واحد وجوج يعاقب على التشهير وهذا نشر صور اللي مش أنها التشهير بأعراض الناس وبحياتهم الخاصة يعتبروا جريمة وهذا الملف ديال ليلى يعرف إذا كنت ليلة متابعة بتشهير فواقع الأمر أن الذي شهر بها هو المعنية وزوجته حيث تفوج إلى بالأمس نشر صور عارية للموكلة ديالنا الضحية وفي هذا مخالف القانون والموكلة ديالنا مستعدة بشرفع الشكاية في الموضوع النيابة العامة لحماية حياتها الخاصة والموكلة ديالنا تبتعت بالدليل الملموس وواتشي شوف تيفي عرضاته على أن المعني بالأمر كان يطلب منها حتى لا يتم بمغارطة الجمهور ومغارطة رأي العام المغريبي أن المعنية الموكلة ديالنا أثبتت بالدليل الإلكتروني برسائل واتساب اللي بينوا بالمعني والذي يطلب منها أن ترسل له صورها العارية وكذلك الصور التي التقطتها معه وحتم الصور يظهر أنه هو من أخذ الصورة وبالتالي فالمشرع القانون الجنائي يعاقب على نشر هذه الصور بغير إذن صاحبها والذي يستهدف فيها المعني مرتكي بالجريمة التشهير بالناس والمسي بحياتهم وبأعراضهم الأمر يتعلق بالجريمة وأنا شخصيا هذا ما نبرد لكم الأدين هذا التشهير بهذه السيدة هذه على خلاف ما الموكلة ديالنا هي طاهرة وعاففة وذات أصول حسنة على خلاف ما يروج المشتكي وعفوا من المشتكي بين القوسين وزوجته كل الدلائل تشير على أن المعني بالأمر كان مرتبط مع موكلتنا بعلاقة زوجية وبين العيب والعار أن يتم رمي السيدة بعد ما رفض توتيق على الزواج وتشجيل الإبن في الحالة المدنية أن يتم رميها بتلك الاتهامات المسيئة والباطلة والتي نستنكرها من هذا الموقع ديالكم نرفض هذه الاتهامات ضد موكلتنا المعني كان مرتبطا بعقل زوجية ومن عيب العرق أن يرمي زوج زوجته بهذا ما تفهم يعني كرجل وكإنسان أتفهم موقف المعنية والمعني يتربروز هذا الإشكال للفاضحة إدخال فاضحة إدخال مرأة للسجن لا للشيء إلا لأنها رفضت كل المساومات والضغوط التي عليها من أجل التنازل عند عبوة تبوت النسب وطبيعي أن تصرف الضراء بتلك الأسلوب ولكن ما لقي استهجان كل رأي العام والطريقة التي تمت بها مناقشة القانون واشحطو الزبيب والمرقى واشحطو المرقى الخطبة الخطبة يا ناس نحن رجال القانون الخطبة أكثر من المرقاتي وأكثر من الزبيب أو ذك شلي هذه ليست مجادلة رجل القانون هذه مجادلة العوام الخطبة في القانون يتواعد بين رجل والمرأة ما فيها لشبكية للحملة زردالة واله يتواعد بين رجل والمرأة على الزواج هذه الخطبة والمغربة كل مغربي على طاقته والسيدة كما اشتف الصورة يلابس لباس الراغبة في الزواج والمعنى بالأمر منشريح ومبتسيم وأقول على ثاني المرة التالية والثالثة من العيب والعار أن يصبح المعني وهو صاحب صفة أن نتآمن معه كقاصر أو أنه مكانش الخاطر هذه هي إهانة لا نقبلها لأي شخص شخص كامل أهلية والصور رأى عشرات صور يظهروا فيها منشريحا ومبتسما والصور يأخذها ويلتقطها وكيبين أنه كان مرتاح وبالتالي ما لحق موكلتنا شيئاً له الجابين تعرضت لضرمين فاديح سيدة ملف ديالها أساري اجتماعي وجدت نفسها في السجن ظلماً وعدواناً لأنها تطالب وليس بحقها وإنما بحق ابنها في النسب ومن العيب والعار أن الإنسان يولد مع واحدة السيدة وبدأي نعتها بنعوت لا أقدر على ذكرها أمامكم لأنني أخجر أمام رأي العام أن أعيد أن أعيد هذه الاتهامات لأنها باطلة ولا تستريدوا على أي أساس صحيح والممكنة دي أنا ورأت ورأت المراسلات كاملة في الواتساب وشعرات بوحد الغبل ووحد الظلم بهذا نشر الصور المحكمة جديدة وقضية ليلى المحكمة أخرت الملف لجلسة 17 جوج وغا تكون الجلسة إن شاء الله غنقش فيها الدفوع الشكلية وغندافعه إلى الموكلة دينا لأن الموكلة دينا آآ نأكد لكم أنها بريئة من جميع تشهب المسومة إليها ما كان أصلا لهذا الملف أن يفتح لأنه ذو طبيعة أسرية اجتماعية ولا علاقة له بالقانون الجنائي القانون الجنائي كان فقط محطة وقمطارة لإيقاف إيقاف دعواته متناسب لكن الحمد لله ذلك اللي يتحقق وكما سقط الاعتقال الحسياطي سيسقط سيسقط أيضا ستسقط أيضا عناصر المتابعة قلنا فيما يتعلق بالخيانة الزوجية ما كناش خيانة الزوجية هناك الزواج واجتهاد العمل القضائي لمحكمة النقد يؤكد أنه متى كان شخصين متزوجين ويعيشان حياة الزوجية والزوج ينفيق وقد يكترين المرأة محل محل كراء ويؤدي النفقة ويؤدي واجبة كراء ويؤدي كل ما عليه فذلك فتلك واشتهر هذا الزواج بين الأسرة فذلك يعتبر زواج ولا يعتبر ولا يعتبر خيانة أو فسد هذا قواعد محكمة النقد استقرت عليها فيما يتعلق بالتشهير أكد لكم الموكيلة دينا اللي تعرضت للتشهير وليس هي من قامت بالتشهير وليس هناك أي دليل ولا تحدى من يقول أن الموكيلة دينا نشرات أي صورة لأن الطرف الآخر هو الذي قام بالتشهير في الأمر واحدة نقطة الثانية أكد لكم عليها فيما يتعلق بالمطالبة بحق المدني المرفوعة في مواجهات الموكيلة دينا وهذا نقاش سيطرح على الرأي العام القانوني أنا أستغرب أستغرب أن تأتي الزوجة إلى المحكمة وتطالب بالتعويض على أساس خيانة الزوجية هذا سؤال قانوني هذه الزوجة دي ما هو الضرر الذي لحقها من ليلة إذا كان هناك من ضرر فالضرر الشخصي والمباشر لحقها من زوجها ولم يلحقها من ليلة لأن المادة السبعة من قانوني المستراجينية واضحة يخول التعويض أو رفع الدعوة المدنية لكل من لاحقه ضرر شخصي ومباشر ليلة لم تلحق أي ضرر بالزوجة المعنية وإنما زوجها هو الذي ألحق بها الضرر وتنازلها عن متابعاته بالخيانة الزوجية يفقدها أي حق في المطالبة المدنية وبالتالي فنعتبر نعتبر من وجهة نظر القانون أن المحكمة ستصرح في غالب الضم بعدم قابول المطالب المدنية للمعنية على اعتبار أن لا مصلحة لها في رفع الدعوة تعويض دعوة مدنية التابعة تحركات دينا بخصوص الملف نفكر في جديا في مجموعة من المبادرات لا الإعلامية لا الحقوقية لا الإعلامية لا الحقوقية لا سرق سبو الانتصاف الجنائي والمدني في هذا الملف نتدارس مع هيئة الدفاع كل خطوات القانونية والقضائية والحقوقية والإعلامية لأننا نحن الآن في تدارس ولا يمكن أن أعطيكم أكثر من هذا لأن الأمر لا زال في حالة دراسة ونستجميع الآراء بعد ذلك حتى نتخذ القرار النهائي في المسألة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة